وفي هذه الفقرة عندنا قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيه فما هي الأحكام الموجودة هنا في هذا المقطع دعونا نستخرج هذه الأحكام ثم نتدرب معا على أدائها فأول حكم عندنا هنا إخواني الكرام كما ترون هو الميم المشددة فالميم المشددة تستحق غنة أكمل ما تكون أو أطول ما تكون هكذا فدائما عندما نرى ميم المشددة أو نونا مشددة فلابد لنا من أن نعطيهما غنة أكمل ما تكون في أعلى المراتب إذن هكذا ممن نعم والحكم الثاني هنا عندنا لاحظوا أن نون ساكنه ممن وجاء بعدها الياء فعندنا هنا إضغام بغنة وهذا الإضغام إضغام ناقص يعني لابد لنا أن نسمع صوتين الصوت الأول هو صوت الغنة من الخيشوم وأما الصوت الثاني فهو صوت الياء من الفم هكذا ممن ينقلب مرة أخرى ممن ينقلب ولا يعني نكتفي بصوت الغنة فقط كما يفعل البعض هكذا فلاحظوا معي هذا الخطأ كيف يكون ممن هكذا فهذا صوت غنة فقط وأحيانا البعض يقول بهذا الشكل فيلغي صوت الغنة تماما فيلفظ ياء فقط من الفم هذا أيضا لا يصح إذن نقول الخطأ بهذا الشكل يكون ممن لاحظوا في حين أنه إضغام بغنة إضغام ناقص فلابد لنا من سماع صوتين هكذا ممن ينقلب نعم وأما الحكم الذي بعده فهو إخفاء النون الساكنة عند القاف عندنا نون ساكنة وبعدها القاف فلابد لنا من أن نخفيها فنخفي الغنة ولكن هذه الغنة أيضا مفخمة والسبب هو أنه جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء وهو القاف هكذا ينقلب ينقلب لاحظتم إخواني فلابد أيضا هنا من إغلاق المخرج فهنا فقط نسمع صوت الغنة تخرج من الخيشوم ومن الفم لا يخرج شيء لأن المخرج ينقفل هنا عند القاف فنقرأ بهذا الشكل ينقلب ينقلب البعض يترك المخرج مفتوحا فنسمع الخطأ بهذا الشكل ينقلب لاحظوا ينقلب هذا خطأ لا يوجد صوت يخرج من الفم عند أخفاء النون الساكنة عند القاف وكذلك عند الكاف إذن يجب أن نقرأ بهذا الشكل ينقلب ممن ينقلب نعم وعندنا أيضا هنا مد طبيعي على لاحظوا الألف هنا ساكنة وقبلها مفتوح وهي دائما بهذه الحال دائما الألف تكون ساكنة ويكون الحرف الذي قبلها مفتوح فهنا عندنا مد طبيعي مقداره حركتان مقدار المد الطبيعي حركتان على على عقيبيه على عقيبيه نعم والحكم الأخير في هذا المقطع هو مد الليني ولاحظوا في الوقف عندنا الياء التي ترونها في كلمة عقيبيه الياء هنا ساكنة وقبلها مفتوح إذن هذه الياء الياء لينية فإذا جاء بعد الياء هذه إذا جاء بعدها حرف ساكن بسبب الوقف صار لدينا مد نسميه مد اللين إذن تعريف مد اللين هو أن يأتي بعد حرف اللين حرف ساكن بسبب الوقف فنقرأ هكذا عقيبيه عقيبيه لاحظتم إخواني فهذا المد مد الليني مقداره حركتان أو أربع أو ست إذن نمده بمقدار حركتين حركتين أو أربع أو ست حركات إذن نقرأ بهذا الشكل عقيبيه عقيبيه نعم إذن دعونا الآن نتدرب على الأحكام التي تكلمنا عليها آنفا إذن عندنا ميم مشددة إضغام بغنة إخفاء للنون الساكنة عند القاف مد طبيعي ومد اللين في حال الوقف إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيه مرة أخرى وحاولوا أن ترددوا معنا ممن ينقلب على عقيبيه ترجمة نانسي قنقر